موسيقى تؤكد ان سي جاي كارل جونسن ما زال حي في لعبة جي تي اي في ولا زال يعيش في مدينة اللوسانتوس طبعا في هذا المقطع راح اعطيك ادلة راح تخليك تقتنع بنسبة 100% ادلة جدا جدا قوية فتعالوا سويا نخش في المقطع طيب زي ما تعرفون اتوقع في نسبة كبيرة جدا منكم لو سألتوا ايش افضل شخصية عندك في سلسلة جي تي اي على طول راح يجاوب ويقول الاسطورة سي جاي لانه بكل مساطة كان جزء كبير جدا من طفولة العديد منكم وصراحة شخصية رهيبة جدا طيب اول دليل واول لغز يدل على ان سي جاي ما زال في لوسانتوس وفي جي تي اي في راح يكون في هذا المكان زي ما تشوفون طبعا لما تجي للمكان راح تحصل كتابة جدا كبيرة وهذه الكتابة هي لوسانتوس وزي ما تعرفون لوسانتوس هي نفس المدينة اللي ترعرع فيها سي جاي الاسطورة ما علينا هنا ابغاكم تشوفون بجانب هذه الكتابة بجانب هذه الكتابة راح تحصل ارقام جدا 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 غريبة وغير مفهومة واحد خمسة وعشرين ثمانية عشرين اربعة ثلاثة وعشرين ستة عشرين واربعة طبعا ممكن تقول هي مجرد ارقام بسيطة لكن الموضوع اكبر من ذلك وانها عبارة عن احجية ارقام وانها عبارة عن لغز يجب حله طيب عشان نحل هذا اللغز راح نستخدم الحروف الانجليزية واللي هي ستة وعشرين حرف ورح نربطها بهذه الارقام خلوني وضح لكم اكثر على سبيل المثال الرقم واحد راح يكون الحرف اي والرقم اثنين راح يكون الحرف بي والرقم ثلاثة راح يكون الحرف سي وزي كذا فهمتوا؟ طيب كل حرف من كل رقم راح يكون الحرف الاول من كلمة معينة ولما نجمع الكلمات اللي تطلع معانا راح تكون لنا جملة كلنا نعرفها تعالوا نشوف سويين طيب الرقم واحد راح يكون الحرف اي واي يدل على كلمة اول خمسة وعشرين راح يكون الحرف واي و واي يدل على كلمة يو ثمانية راح يكون الحرف اتش والاتش يدل على كلمة هات عشرين راح يكون الحرف تي والتي يدل على كلمة تو اربعة راح يكون الحرف دي والدي يدل على كلمة دو ثلاثة عشرين راح يكون الحرف دبليو و دبليو يدل على كلمة واز ستة رح يكون الحرف F والF يدل على كلمة follow عشرين رح يكون الحرف T والT يدل على كلمة ذا أربعة رح يكون الحرف D والD يدل على كلمة damn عشرين رح يكون الحرف T والT تدل على train طبعا رقم ثلاثة رح يكون C ورقم عشرة رح يكون J ولما نجمع الحرفين مع بعضهم رح يعطونا C J لما نجمع كل الكلمات اللي طلعت معانا رح تكون لنا الجملة التالية All we had to do was follow the damn train CJ All we had to do was follow the damn train CJ All we had to do was follow the damn train CJ I'm about to pop these fools All we had to do was follow the damn train CJ All we had to do was follow the damn train CJ All we had to do was follow the damn train CJ وهذه الجملة هي أفضل جملة في تاريخ سلسلة GTA كلها ورح يقولها Big Smoke لو فشلت في مهمة القطار المشهورة وهذا واحد من أقوى الأدلة اللي تؤكد على تواجد CJ في GTA V طيب في المرة الثانية اللي تم ذكر فيها CJ والإشارة إليه أيضا في مهمة مشابهة جدا لمهمة Big Smoke في GTA San Andreas واللي هي مهمة القطار لكن في GTA V اللي عليك إنك تلاحق قطار لكن هذه المرة رح تلاحقه بتريفر طبعا لو أديت هذه المهمة بنجاح رح تطلع لك الأشيفمنت حق المهمة واحد الأشيفمنت رح تكون أحسن من CJ أو better than CJ زي ما تشوفون طيب الدليل الثالث اللي نوعا ما يؤكد أن CJ ما زال حي يرزق رح يكون في GTA IV وتحديدا في هذه اللوحة الإعلانية وزي ما تشوفون هذه اللوحة يعني فيها وجه مألوف ألا وهو CJ طبعا الظاهر أنه CJ بدأ له مسيرة في المودلينغ وعرض الأزياء طبعا CJ إنضمك عارض أزياء لشركة فرونتس لوت زي ما تشوفون اللي نوعا ما تعتبر أحد أكبر شركات الملابس في GTA IV صراحة شي جميل جدا إنك تشوف CJ بدأ له حياة جديدة وعمل جديد خصوصا بعد حياته السيئة السابقة في الجروف ستريت طيب في المرة الرابعة هنا في إشارة جدا جدا قوية لسي جاي ورفاقه في أحد المهمات لجي تي اي في وتحديدا في مهمة هود سوفار في هذه المهمة تحديدا رح تشوف مشهد جدا جدا معروف وأتوقع كلكم رح تتعرفون على هذا الموقف أو هذا المشهد طبعا لو تلاحظون في المشهد رح تشوفون ثلاثة شخصيات على دراجات وملابسهم جدا جدا معروفة ومشابهة لملابس أشخاص نعرفهم طيب خلونا نوضح أكثر طبعا في هذه اللقطة فيها إشارة إلى بيك سموك ورايدر وسي جاي تحديدا يعني زي ما تشوفون الشخصين اللي تحت واحد منهم رايدر والثاني بيك سموك واللي قدام واضح جدا إنه سي جاي وأيضا من نفس الجهة فيه إشارة إلى أحد المهمات الأولى للعبة جي تي اي سان أندريس وفيها رايدر وبيك سموك وسي جاي هاربين العصابة البنفسجية بالدراجات إلى حارة القروف ستريت الإشارة الخامسة لسي جاي رح تكون إنه فيه نسبة كبيرة جدا من اللاعبين عثروا على سي جاي فعليا وحقيقة في جي تي اي في وقالوا إنه سي جاي هو هذا الشخص زي ما تشوفون وصراحة أنا نوعا ما أقف معهم لأنه هذا الشخص يشبه سي جاي في عدة أشياء أولا في الملابس وثانيا في ملامح الوجه وتكسيمة الوجه وأيضا حركات هذه الشخصية مشابهة جدا لحركات سي جاي ومن جهة أخرى أيضا أحس إنه هذا الشخص انحط في هذا المكان إشارة لسي جاي ما لها أي تفسير آخر طيب الدليل السادس والقوي جدا واللي أنا أشوفه أحد أقوى الأدلة في هذا المقطع طبعا دليلنا هذا رح يأكد لنا بنسبة تقريبا 90% إنه سي جاي ما زال حي وموجود في لوسانتوس ولا زال عائشا في عالم جي تي اي في ورح يكون كالتالي إنه ليستر قاعد يتجسس على سي جاي كارل جونسون طبعا لو خشيت منزل ليستر رح تلاحظ في أحد الرفوف كتاب مراقبة وغلاف هذا الكتاب رح يكون صورة سي جاي بمعنى إنه ليستر يراقب سي جاي ومسجل عليه كل شيء وإنه من بداية مسيرته في القروف ستريت ليستر مراقب كل حاجة من الألف لليا فسؤالنا ليش ليستر يراقب سي جاي طبعا زي ما تعرفون ليستر مجنون فلوس فغالبا كان يراقبه عشان يسلموا للعدالة وياخذ جائزة معينة من راس سي جاي طبعا من هذه النقطة نقدر نستنتج أمر جدا جدا قوي وجدا جدا مهم وهو إنه سي جاي فعلا ما زال حي في لوسانتوس وجي تي اي في ولا ليش ليستر يراقب شخص ميت وما هو حي صح ولا لا الدليل السابع والأخير واللي نوعا ما ممكن البعض منكم يشوفوا ضعيف لكن صراحة في له إشارة لسي جاي طبعا في حمام بيت مايكل دي سانتا وإنتوا بكرامة في معجون أسنان اسمه سي جايز توث بيست بمعنى معجون سي جاي فممكن إنه سي جاي بعد حياة القروف ستريت بداله شركة خاصة وبيزنس خاص وبدوا يصنعون معجون أسنان معين وسي جاي سمى باسمه الخاص سي جايز توث بيست طبعا نوعا ما ممكن تشوف هذا الدليل الضعيف لكن صراحة اسم سي جاي في المعجون خلانا نذكره من ضمن الإشارات والأدلة طيب هذه هي السبع الأدلة القوية جدا اللي عندنا واللي نوعا ما تأكد لنا إنه سي جاي ما زال حي وما زال في عالم جي تي اي في طيب شاركونا في خانة التعليقات أراءكم إيش أفضل دليل من الأدلة بالنسبة لي أنا صراحة أشوف دليل لستر طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة